بسم الله الرحمن الرحيم ده فيديو اكسترا كده مش ساكشن او مش تابعنا في المنهج يعني هتكلم فيه طبعا عن حاجة في المنهج لكن ممكن تميله السكيب انا حطه بس في الترتيب بتاعه في اليوتيوب بلايست حسب هايجي بعد انهي طيبك يعني هنتكلم عن ايه في الاكسترا فيديو ده هنرسم مع بعض هنعمل بلوت لل 3d binary system phase diagram زي ما اتفقنا في الساكشن ولتلك هنعمل فيديو مع بعض كده هنرسم فيه ال 3d model لل binary system phase diagram اللي هو tpxy مع بعض هنستخدم المتلاب عشان نرسم هذا التلام ده اعنا فكرة ممكن نرسمه عادي بالاكسل مفيش مشكلة بس يعني هيبقى اسهل بالمتلاب بنعمل كود على طول هيبقى قلطف شوية وبالمرة نطبق على المتلاب اللي احنا بنسرسه مع بعض طيب لو نفتكر ده ال diagram اللي اتكلمنا عنه في الساكشن وقلنا هنرسمه مع بعض اللي هو على الشمال ده ده ال 3d model بتاعنا وقلنا ان احنا في الطبيعي لما بنتعامل مع binary phase diagrams عندنا ال degree of freedom كانت تبقى الثلاثة اللي هو temperature pressure و composition وفي الطبيعي احنا دايما بنثبت حاجة من الاثنين ياما pressure ياما temperature و ندرس composition variation مع ال parameter التالب ده اللي هو في الحالة دي ياما ايزو باريك و نغير في temperature ياما isothermal و نغير في pressure تمام لكن ده ال 3d surface بتاعنا اللي فيه كل الpoints عند اي given point من temperature pressure و composition تمام طيب هنبص على features بقى سريعة كده و مهمة قبل ما نرسم دي اجرام علشان نبقى عارفين احنا راحين فيه او ال end result بتاعتنا متكونة من ايه كي يعني elements هنعملها واحدة وراءة تانية فاول element خلينا نبص هنا temperature ده بالنسبة لنا هيبقى ال y وال composition بالنسبة لنا هيبقى ال x وال pressure بالنسبة لنا هيبقى ال z في المات lab تماما عندنا pure components pure component a و pure component b عند pure component a ده one component system طبعا ده الاكستريم اللي من الناحية اليمين المية في المية او one mole fraction of a و عنده لو مسكنا ال graph كده ادي ال y اللي هي temperature مع pressure نطلع بالpressure اللي فوق كده هنلاقي ان relation ما بين temperature و pressure هي boiling curve بتاعنا اللي هو ant one's relation اللي هنتعاولين عليها وحلينا عليها كتير في section اللي هي the exponential relation اللي بتاخد المنظر ده len p بتساوي a minus b over t plus c او minus c تماما وبالنسبة لل pure b اللي هو zero percent a او عند mole fraction zero هنلاقي برضو the exponential relation بتاعة boiling curve بس المرادة لل b اللي هو more volatile component for the graph ده تماما واحنا متعاودين بقى ان احنا بنيجي ناخد iso bar زي كده مثلا iso bar نمشي كده ونقطع surface او wedge اللي عاملة زي thumb دي وعند القطع دي هيبقى عندنا surface اللي فوق طبعا فوق pressure عالي في liquid هيقطع معانا بالcurve ده وال surface اللي تحت اللي هو vapor surface هيقطع معانا بالcurve ده احنا بصين من فوق يعني بصين الجراف ده من فوق كده من هنا هيبقى عندنا temperature بتزيد كده ويبقى ال vapor هو اللي فوق اللي هو ورا الثم اللي هو من تحت الثم هنا وال liquid هو اللي من تحت بالنسبة لل temperature او بالنسبة لنا هنا اللي هو قبل الثم او قدامه هنا اللي هو فوق خالص ده liquid region وتحت ده ال space بتاعة ال vapor تمام فده كده لو احنا بنبص على ال curve ده sorry curve ده ان احنا عاملين iso bar ونبص على ال point D هنا liquid sorry liquid وهنا vapor لو عملنا العكس وجينا نفترض مثلا ان احنا عملنا isotherm عند temperature point D ده وعملنا كده ونزلنا هنا مثلا زي كده ده ال isotherm بتاعنا vertical plane هنقطع برضو surfaces بتاعتنا surface اللي فوق بالنسبة لنا المرة دي بقى ده اللي هو هيبقى liquidus وال surface اللي تحت او curve اللي تحت ده اللي هو يبقى احنا بيبقى عندنا super critical fluid في region معينة من ال composition بعد ال composition من ال x دي وعندنا لسه ال what region موجودة هنا لما نعدي بعض ال critical point التانية كمان هيبقى عندنا critical super critical fluid من الناحيتين وفي النص عندنا ال what region لسه فيه مفصولة عن بعض او مختلفة عن بعض قبل وبعد ال what region دي بعد كده بعد ما نعدي بقى اللي هو critical points كلها اللي هو موجود هنا ده خلص بيبقى كل ال region بتاعة ال composition critical super critical fluid او one fluid ما بيفرقش ما بينه ما بين بعض مفيش liquid و vapor بقى كله gas او super critical fluid احنا مش مهتمين بالجزء ده احنا هنرسم حاجة لحد هنا مثلا قبل يا دوب قبل critical points بتاعت two components فمش هنخش على الرسومات دي احنا عايزين بس نبص على الرسومات العادية بتاعتنا ال curve ده مش محتاجين تمام لو نفتكر برضو قولنا ان احنا عندنا المodel موجود جاهز مرسوم على sketch fav 之 denomin Were side ده هو ال mine share ال three models او التى المodel بتاعنا ايضا 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 الده الم embr Pelation ايضا 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 one part هتعاوز بنبص من هنا كده اما بنبص من فوق ساري. ولو حركنا هنلاقي فيه هنا خلينا نعمل ده لو حركنا الكرسر اللي هنا هنلاقي عندنا كده ده ده دلوقتي عبار عن وكل ما نغير كل ما بتاعتنا او بتختلف فالتقاطوة حسب قطعة خين مع بتاعتنا وبعدين لما نتلع فوق زي ما احنا شايفين زي ما اتفقنا هنلاقي فيه في ناحية لما نتلع فوق للناحية التانية هيبقى ورده من الناحيتين وبعد كده بقى طبعا لما نتلع فوق خالص هيبقى في اي حاجة. تمام? لو قلبنا السيرفس ده اللي ايزو سيرفس وخليناه عند مختلفة وبرده بصينا هنا هنلاقي بيقطع خلين ادخلوا هو شوية كده. هنلاقي بيقطع برضو في اللي فوق هو واللي تحت هو ونبص عليه من الوش كده اللي هو مع يبقى هذا الايزو تيرمال ونفس الكلام برضو بيحصل بالزبط بس العكس بقى كده في السوبر كراتيكال ريجن او بعد فده سريع كده عن السيستم اللي احنا عايزين نرسمه. نرجع بقى نبص السيستم اللي هنختاره ايه? الووتر اتنول سيستم. لان هتعاملنا معاه كتير مش اكتر. ممكن نرسم اي سيستم. طبعا هنغير بس الريليشنس تحت انت وان والموضوع بقى خلص. السيستم دي زيت رسم. هنتعامل معا انه هو ايديل احنا عارفين طبعا زي ما شوفنا في الاسايمنت انه ده مش ايديل سيستم. وان فيه ازتروب موجود اه قريب من الاتنول. اه لكن هنتعامل معا ايديل عشان نسهل على بعض الحسابات مش اكتر. فادي انت وان ريليشن بنقبل الووتر والاتنول. ادي اه البي ووتر والبي اتنول. هنشتغل بالبار والكلفن في الريليشن دي. فهنشتغل عادي بالبار مش هنحولها لأي حاجة مش بس كال او او مليميتر مريكي او اي حاجة. هنتعامل في الكيرف بتاعنا او في بتاعنا ان احنا بنشتغل بالبار والي اللي هنشتغل عنده. اه انا بس اخذت ده اه علشان ما نوصلش وفي نفس الوقت اه اللي انا جايبها فوق دي بتتعامل تقريبا في نفس الرينج. فبدل ما نكبر الرينج ومضطر نستخدم مختلفة لكل رينج. هتعامل مع رينج ده وخلص. اكي? بس نبدأ بقى ايه? نخش على المتلاب ونرسم مع وقت. اه الفيديو ده هيبقى طويل شوية يعني هيعدي النص ساعة. اه عشان هنمشي على كل حاجة خطوة خطوة مع وقت. في يعني ايه لو حاولين تعملوا سكيب او توصلوا في الاخر للفاينال ريزولت. ممكن بتعمل سكيب للفيديو وكده كده السكريبت ذات نفسها. الكود اللي احنا نكتبه مع بعض. هيبقى وهيبقى متاح ان اي حد يقدر ينزله ويعمل له وراء ما عنده. اكي? فهنبتدي في الاول خالص. اه هنزبط بتاعتنا. خليت ده بس عملتله من هنا. ممكن اعملوا تاني اعملوا تاني هنا اهو. تمام? علشان نجد دي سبيس. اننا احنا مش محتاجين الفولدر في اي حاجة ولا الفايلز اللي بباع. بتاعتنا هنا المفروض بتبقى دايقة كده. اه هوسعها هنا شوية علشان عايز ازود الفجر جنبها. الفجر في الطبيع بيطلع علينا بس انا مش عايزه يبقى عايزه يبقى موجود معنا في نفس الانفارمينت فهعمل له من هنا. وهنعمل له بس كده زي ما احنا شايفين. تمام? يبقى الفجر بتاعتنا كلها لما نيجي نعمل باي بلوت. هتبنينا في نفس السكرين. فيبقى الماثلب كله كده على بعض. اه جاهز ان احنا اشترك علينا. اه ممكن نبتدي بقى نعمل الكود مع بعض. اه زي ما اتفقنا بننظم الكود بتاعنا. خصصا ان ذا الكود هيتعمل له شير قدام. فننظمه في ساكشنز و كومنتز على قد ما نقدر. يبقى مزبوط كده لتمام. فاول حاجه نعمل ساكشن. اه الساكشن الاولاني خالص ده. كل اللي هنعمله فيه ان احنا نعمل اه كلير للانفارمينت اللي حوالينا. فنعمل كلير للفاريبلز اللي موجودة في الوركس بيس واعايزين نعمل كلير للفيجر وللكماند واندو كمان. فنعمل كلير فيجر. نعمله ريسات لكل الفيجر اللي موجودة. وبالنسبة للكماند واندو نعمل كلير كماند واندو. نسيب سطرين كده فاضين للساكشن ده. نخش على ساكشن اللي بعد. فهنعمل ايه اول حاجه? هنزبط الفيجر بتاعنا نجهزه. نعمل فيجر الكونفجر ده الساكشن اللي بعده. اول حاجه نعمل كلير للفيجر. اه الفيجر الاولاني. اه لو الفيجر موجود هنشتغل عليه. الستيتمينت دي او الكوماند ده معناه لو فيجر وان اولي دي موجود. اه سجلهه لي في فاريبل عشان ما تعمل معاه بعد كده. وخليه هو بالنسبة لي اللي هشتغل عليه. اه لو مش موجود اعمله كريايت. تمام? اه هنزبط الفيجر بتاعنا ان هو يبقى سري دي. فلو عملنا اف فايف كده. اف فايف اللي هي رن. لو جينا هنا اه وقفنا على الرن هتلاقي بيقول لنا الشورتكت اف فايف. اه فادي الموضل بتاعنا. هنعمل اف فايف يعمل لنا رن. فادي الفيجر. اعمل فيجر وان هو وريدي كان موجود. فاسجله. وعمل بتاعه سري دي. فقلبه سري دي اه فجر يعني. تمام? بعد كده نزود بلوت. اه نزود جريد ساري. ونعمله علشان احنا نرسم عليه بعد كده. تمام? فلو عملنا اف فايف تاني هنلاقي هبقى فيه جريد بقت اوضح بدل ما هي سبيس بيضة كده. تمام? وبعد كده نزبط الاكسيز بتاعتنا. فنعمل الاكسيز. الاكسيز كماند زي ما اتفقنا بياخد الليمتز اكس واي. واحنا عمدنا هنا زي. فايبقى اكس واي وزي. فالاكس زي ما اتفقنا هي الكمبزيشن. والواي اللي هي الكمبزيش بتاعنا اللي هو ثلتمية الرابعمية. والزي اللي هو البراشر. انا لما جيت حسبت الـ vapor pressures هنا. اه لقيت ان احنا لو اشتغلنا ما بين zero اتموسفير او bar لحد five bar. الرسمة تطلع معنا كويسة ومثبوطة هناخد الرينج كله والفيتشيرز كلها اللي احنا عايزنا في الجراف. تمام? طبعا تقدروا اتغيروا في بس خلوا بالكو ان اللي احنا جايبينها اصلا يعني شغالة في الرينج ده مش بتبعد عنه قوي يعني ممكن تلاقيها بس بتخرج برا رينج شوية زغيرين مش اكتب كمان اه طيب اه الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده بعد ونزبطنا اه او الليمتز تاعت الاكس نبدأ نحط بقى تيكس اخلي الاكس اه الاكس دي دايما من زيرو بوينت وان زي ما احنا متعودين نشوفها في لحد واحد تمام وهنا اه نعمل كده فنلاقي الاكس بقت من زيرو لحد واحد حتى لو احنا هنشتغل بالدلتا مختلفة لو هنعمل ميت بوينت ميتين بوينت احنا عايزين نشوف ال ڤتنا عند كل .s. اقمع فده اللي هو بتحدد بيها الميجر التي نحن عايزين نشوف بعد كده خطة ال ڤتنا عندنا اكس لابل اكس لابل ده اللي هو كمپوزيشن اللي هو اكس وي مع بعض سواء وي Vasper اللي او الونت ستاعتها فنحطها كده دو سكوار براكتز وبعد كده ال الو وي لابل ده اللي هو التمپريشور temperature بالكالفن وبعدين عندنا زي لابل المرادي ده اللي احنا يعني ايه هنعمله في الثري دي ده هو البي بالبار تمام يبقى احنا كده زبطنا الفيجر وزي ما هنبص هنا الاكس والواي والزي كلهم جاهزين من بتاعتهم مضبوطة وكمان اللابلز بتاعتهم عشان نتسهل لنا احنا هنشوف البرامترز تاعتنا كده نسيب كده زي ما اتفقنا نخش على السكشن اللي بعد احنا كده ازبطنا الفيجر خلاص تمام اللي بعده هنضبط بقى البرامترز او اللي هي بتاعت الاكسامبل بتاعنا فاول حاجة هندفين الرانج فهنقول النامبر اللي احنا نشتغل عندها خليني ازود شوية كده تحت النامبر اللي هنشتغل عندها هم 11 نقطة حاليا ممكن نعملهم 101 لو هنريدين نمشي 0.01 احنا هنشتغل كل 0.01 يبقى 11 نقطة وال11 نقطة دول هنعمامهم بقى على كل اللي هنشتغل فيهم بقى سواء هنشتغل 11 نقطة عشان يبقى والتمبراتر اللي احنا شغالين فيها من 300 ل 400 وعايزين في 11 نقطة فنعمل زي ما اتفقنا وبتاخد و تاخد تمام اللي بعد كده هنعمل ايه هنعمل فعندنا ده اللي هو بيعمل عشان يجيب لنا على مثلا بتاعت مع عند كل من دول عندنا بتاعته في التانية علشان لما يعمل لهم فوق بعض كده يبقى عندنا لكل واحد هنبص عليها دلوقتي بتاعنا يساوي ماش جريد وعندنا زيرو الواحد بالنسبة لل x و n والتاني اللي هو اللي احنا لسه معرفينه فوق ممكن نكتبه ثاني او يبقى هو هو وعايزين برضو نعمل مع عشان لو هنرسم مع مع يعني تمام ويبقى عندنا ماش برضو من زيرو الواحد و n والبراشر بقى المرة دي اللي هو من زيرو الخمسة من زيرو الخمسة و n ونبقى تمام كده آآ طيب خلينا نعمل آآ رن للكلام ده حاليا هنلاقي المشز بتاعتنا موجودة اهي فلو قلنا الاكس الاكس بتاعنا هنلاقيها نفس الرو هو هو اللي هو من زيرو الوان ومتكرر بقى عند كل مختلف تمام نفس ايدنتيكا روز ولو جينا نبص بقى على التمبرتشر التي ماش هنلاقيها ايداتيكا الكولومز اللي هو من تلتمائية ربعمية ومتكرر بقى الجوه عند الاكس المختلفة هو هو نفس الكولوم تمام فيبقى احنا عندنا لو حطناهم فوق بعد كده يددولنا البيرز عند كل انترسكشن للجريدلين زي فاضل علينا ان احنا عشان نرسم بقى سيرفس نجيب الزي بتاعتهم اللي هو الزي اللي هي بتاعنا بكام عند السيرفس ده وده اللي احنا نحسبه اصلا مع بعض نحسب المختلف ازاي على السيرفس ده عشان نعمل من فوق ومن فوق تمام يبقى احنا كده جهزنا بتاعتنا نبدأ بقى نعمل المعادلات بتاعتنا انا قريدي كنت عامل المعادلات هاخدها تمام للايثانول اه والووتر عملنا فونكشن هاندل تان باور عشان يبقى البي في ناحية تمام تان باور والأي بي سي والفونكشن اصلا بارامتر في التمبراتر ده بالنسبة للايثانول وبالنسبة للووتر تمام يبقى احنا كده زبطنا البرامتر نسيب سطرين نخش عالسكشن اللي بعده سكشن اللي بعده هنعمل فيه ايه هنعمل بقى احنا نرسم المعادلات بالمية وللايثانول دي اول قولنا عليه عندنا من الناحيتين عند البرامتر فبالنسبة للمية هنا نعمل برضو من قوسين اد اكس بتساوي زيرو لان احنا ناخد الاثانول هو الايه كومبوننت بتاعه والووتر هو البي فيبقى عندنا اه البيوتر بتاع الووتر بيساوي البيوتر اللي احنا لسه معرفينا هنا لفوق دي لكل التمبراتر رينج بتاعنا التي رينج تمام يبقى احنا حسبنا عند التمبراتر رينج من تلتمية الربعمية اه وحسبنا البي في براشا عند كل من دوله تمام فده هاخد الووتر طبعا ويحسب لنا البيوتر عند كل الووتر عند كل الووتر فيه بعدين بيور اتانول بايلينج للايثانول بيساوي بي اتانول برضو الrüجو الامج كله كله بعا فو༼ جينا حملنا F5 وبصينا هنا هنلاقي cantidad من دول اللي امه، بايلينج اتانول و هذا الم nghende ثم عليه المشاوي موجود لليلووتر رايف يوجد المختلفة عند الواتين من 300 إلى 400 بالبار طبعا زي ما احنا شايفين هنا لان ما بين هنا تلتمية وسبعين وتلتمية وتمانين. عارفين ان في حصل في النص هنا. تمام? نعمل هنا. عايزين بقى نرسم دي. احنا قريدي حسبناهم. فالفنكشن انا استخدمها هنا هي مش البيلات العادية. البيلات العادية بتاخد اكس واي. البيلات دي بتاخد اكس واي زي ما احنا شايفين في الهيب باكس هنا. وبيلات سري دي علشان نرسم كيرب على او 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 ان احنا اتعاملنا مع 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 كل دول بيشتغلوا على كامل او على حاجة لكن ده هيبقى متوسلة بعض. فبنحدد ال اكسات وال والز بتاعتها. تمام? فالبلاكس ري هنا هنتعامل مع ايه? ال اكس بتاعتنا بكام اصلا? هتبقى زيرو. طب احنا عايزين واحدة لا عايزين حداشر نقطة او ان number of points. فنقول زيروز. اف وان وان يقدلنا اه وان رو ماتريكس. فيها اه ان number of zeros. تمام? الواي بتاعتنا اه الواي في الحالة دي زي ما اتفقنا هي التمبرتشر فالواي هي التي رينج بتاعنا. و المركز بقى اللي هو الزي هو اللي احنا لسه حزبينه هو هو اللي احنا لسه بتاع الماء. تمام نفس ال plot three هي هي هنعملها اه plot three. نعملها بالنسبة للإثانول. بس الية ثانول هنا هو مية في المية. فالإثانول هنخلي اهام ونز المرة دي بقى الزيروز. وان وان برده. هي هي. وبعدكها تي رينج. وبعدكده الاثانول. نعمل هنلاقي اترسموا عندنا مزبوطة. ادي اه للمية عند المية هو الكرفة بتاعها والاثانول ادي الكرفة بتاعها. واضح طبعا ان الاثانول هو البرتقوني او البرتقوني ده لانه اعلى مش كده. تمام. فدي كده اول خطوة عملناها اللي هم الاكستريمز من ناحيتين عند او نيجي بقى ندخل معنا في الموضوع. فاول حاجة هنعملها احنا متعودين دايما بنتعامل مع اه الدياجرام يا اما زي ما اتفقنا ايزو ثيرمل يا اما ايزوباريك. فهنرسم واحد كده واحد كده وبعدين بقى نرسم السيرفس كله على بقى. تمام? فاول حاجة هنعملها هنعمل هنا ايزو ثيرمل داياجرام. تمام? وهنحدد اي تامبريتشر. انا هاخد التامبريتشر حاليا اه 390. فهنقول بتاعتنا هنا. اللي هي ايزو ثيرم يعني. اه نخليها 390. زي ما اتفقنا. وبعد كده اه هنعمل بقى الايزو ثيرم بتاعنا. نرسم الايزو ثيرم نفسه. ننزل لها تحت كده. اه ايزو ثيرم. اه هنرسم بقى الايزو ثيرم بتاعنا في صورة مش لان احنا عايزين اه جريد كاملة تتاسم. فهنعمل مش او مش هتفرق. مش او مش او اللي اتنين شغال معنا. تمام? اه الاكسات بتاعتنا بكم? الاكس. احنا عايزين كل الاكسات اللي موجودة عن ذلك. فاحنا عاملنا الاكس واتفقنا ان هي كلها ايدنتيكال. فهناخد اي رو اللي هو رو نمبر وان مثلا. وكل اللي موجودة داخلها. تمام? وبالنسبة للواي. الواي بتاعتنا اتفقنا ان ده ايزو ثيرم. الايزو ثيرم ده عند كام? عند تلتمائة وتسعين. بس احنا هنا عشان بنرسم مش فعايزين عشان هنرسم كامل. فتو ديمانشن الاري اللي هي التلتمائة وتسعين اللي هي التلتمائة بتاعت الايزو دي. مضروبة فيه. هعمل لنا سكوير ميتريكس فيها وحيد. ونضربها في التمبرتشر عشان لما نغير التمبرتشر دي بعد كده. تتغير دي دايناميك معنا. احنا عندنا ميتريكس. كلها جواها تلتمائة وتسعين بس. عشان كل البوينتس على السيرفس ترسم عند تمبرتشر ثبت. بعد كده البراشر. البراشر مش من اول زيرو لحد فايف. تمام? نعمل كده. هنلاقي ان احنا ترسم لنا هنا. المش اللي احنا كنا محتاجينه. بس طبعا ايه? هو مخبي الكرب من وراه زي ما احنا شايتين هنا. ما فيش اي ترانسبيرنسي. فانا هزود فيه ترانسبيرنسي. فيه طرقتين ازود بهم الترانسبيرنسي. لو احنا جينا هنا وقلنا عايزو ترم اللي احنا سيفناه. هنلاقي شوية برامتر زينا وفيه اللي هنا كفاية. احنا عايزين الفيس الفا. الفيس الفا دي الفا في الجرافيكس اللي هي الظاهر يعني مش ترانسبيرنسي. فهنا ممكن نقول نزود الفيس الفا. ونقول ان هي كبرامتر كده. او هنجرب بطريقات تانية لما نيجي نرسم الايزو بار. اوكي? فادي الفيس الفا لو عملنا اف فايف هنلاقيه فيه شفافية وواضح من وراء الجريد لاينز اهو. ولو جينا اه اتحركنا كده هنلاقيه مبين من وراء الكيرف اه بتاع انتوان للبيور كمفوننط. فاحنا كده رسمنا الايزو ثيرم. عايزين بقى نرسم على الايزو ثيرم ده. نرسم عليه الايزو ثيرم الفيس دياجرام مثلا. فالايزو ثيرم الفيس دياجرام كان سهل بنرسمه ازاي. بما ان ده اه ايدل سيستم فنرسم الايزو ثيرم ده. والايزو ثيرم ده كنا بنجيب البراشر على كل الوينت في الايزو ثيرم ده ازاي. لما نيجي نبص الكيرف ده هنا كده. ممكن نروح للبيو احنا عايزين اكس مع زي اللي هو الكمبزيشن والبراشر. انا مينت حجل فاسح. اكس مع زي. اهو. تمام? دي بقى نرسم بقى كل البوينت على اللي هو البراشر. فالبراشر هيساوي على ده هو البي ووتر. عند التي. ايزو ثيرم اللي احنا اخترناها. تمام? اكس. اه. اه. الاكس دي بتاعتنا عند كل البوينت بقى من زي لولون. فا. اه. هتبقى اول رو وكل الكلامز مضروبة في البي تمام اه للإثانول عند التي ايزو ثيرمل دي مينس البي ووتر عند التي ايزو ثيرمل لنفسها اوكي فيبقى احنا كده جبنا البي عايزين نرسم البي زي ما اتفقنا طالما كيرف مش سيرفس يبقى بلوت سري اي سيرفس بقى او مش او حاجة تو ديمانشنال ميتريكس هنرسمها بالمش كوماند او السيرف كوماند تمام ال اكس واي زي بتاعنا هنا ايه اه ال اكس هو ال اكس ون وكل ال ال وال بتاعتنا اللي هي المختلفة احنا هنا ايزو ثيرم بتاعنا اللي هو التلتمية وتسعين تمام مضروبة في بس المرة دي بقى الانز بتاعتنا هتبقى عايزين هنرسم هنلاقي ان احنا بان عندنا ايزو ثيرمل سوري عند ال ايزو ثيرمل ساكشن ايزو ثيرمل سوري عند الايثانول لحد ال ال ايزو ثيرمل سوري او يعني بتاعت المايا تمام طيب كنا بنجيب بقى لما نحب نرسم احنا عندنا او رادي بنعمل ايه بناخد كل بوينت عند المختلف وعند اكس معينة ونعوض في مش كده نجيب اللي عند نفس البي عند نفس الايزوبار هنا هنجيب المختلفة اللي هي عبارة عن مش كده فيبقى المختلفة كلها اللي هو كلها اللي موجودة تمام مضروة في الكي الكي اللي هي ايه البي اثانول لان احنا شغالين الـ A component هو الاثانول البي اثانول المختلفة اللي هو الـ total pressure عند كل بوينت من دول يبقى كده جبنا الـ Y نرسم بقى الـ plus 3 عشان نرسم الـ Vapors Curve الـ X بتاعتنا اللي هو الـ composition المراضي هيبقى الـ Y مش كده والـ Y كلها الـ Y بتاعتنا اللي هي الـ Isothermal Temperature النفس اللي فوق بالزبط ISO times one و N وبعد كده الـ pressure هو الـ pressure اللي احنا جبنا عند كل P جبنا الـ Y اللي انكوليبريام معها فلما نيجي نعمل F5 تاني هنبص هنلاقي الكرب بتاعنا ترسم تمام المزبوط حسنا زي ما احنا شايفين هنا ادي لو بصنا من فوق مرسوم على الـ Isotherm بالزبط ورسمنا الـ diagram بتاعنا اللي اتنين في الاخر بيبتدوا من عند الـ boiling point للـ pure components وفي النص ده عندنا الـ region الـ wet region بتاعنا احنا بس عشان نوحد الـ convention واحنا بنعمل plot احنا متعودين ان الـ liquidus بنعمله blue مش كده والـ vapors بنعمله red عشان نوحد الـ convention بتاعنا يعني مش قده تمام طيب ده بالنسبة الـ Isothermal Diagram و احنا رسمناه مع بعض كده مره قبل كده طيب نخش بقى على الـ Isobaric Diagram نرسم Isobaric Diagram مع بعض Isobaric Diagram واحد برضه طبعا الـ pressure الطبيعي اللي احنا بنشتغل في الـ Isobaric بواحد بار وانتوا بقى ممكن تبقوا تغيروها باحد فالـ Isobar عشان نرسمه هنعمل Isobar والـ Isobar ده بيساوي mesh الـ Isobar هيبقى الـ X والY والZ بتاع بكام الـ X هي هي اللي هو اول row في الـ X زي ما اتفقنا اللي هو الـ identical row وكلها بتاعات الـ X احنا ممكن اصلا نعرف X اللي هو row وكله كـ X range زي ما عملنا temperature range فوق ونستخدمها بعد كده تمام الـ Y بتاعتنا اللي هو temperature المرة دي بقى هي كلها لان احنا عايزين نرسم X مع الـ Y مع الـ temperature عايزين نرسم surface موازي للـ X للـ composition temperature axis تمام؟ يبقى ده الـ T mesh اللي احنا عوضنا عنه او عملنا فوق المرة دي بقى هو اللي احنا عايزين نتعبته يفضل دايما نفس الـ value في الـ pressure او في الـ Z اللي هي بكام؟ اللي هي الـ P isothermic مضروبة فيه عشان نملى two dimensional array بنفس الـ value تمام؟ يبقى كده ده الـ isobar بتاعنا نعمل F5 هنلاقي فيه isobar يترسم وزي ما احنا شايفين اهو مفوش اي opacity خالص او مفوش قصدي اي transparency عايزين نخليه transparent الطريقة التانية بقى ان احنا نعمل transparency هي ان احنا نجيب الـ isobar اللي احنا سيفناه بقى وعملنا له save ده اللي هو المش plot دلوقتي ونقول بقى الـ property اللي احنا عايزينها فاحنا عايزين place alpha زي ما شفنا فوق هنا هنقول دي بتساوي 0.5 فديه الطريقة التانية ان احنا نقدر نحد بها parameters properties للـ surface او للـ figure بتاعنا ده plot في الحقيقة تمام؟ فادي كده شايفين في opacity panel transparency اهو وده الكربات اللي وراته فده الـ isobar خلينا نرسم عند الـ isobar ده واضح ان هو قاطع طبعا عند نفس مختلفين بس الـ مختلفين يعني هنا عند زي ما هنشوف كده هنا عند تلتمية حاجة وخمسين يا دوب قريبة قوي من خمسين لا يا تلتمية وحد وخمسين احنا عارفين الكلام ده وطبعا مفروض يبقى هنا قريب قوي من تلتمية تلتمية وسبعين لو بصنا على الـ يدوب عند تلتمية تلتمية وسبعين تمام نرسم الايزوبار بتاعنا. فالخطوة اللي بعدها عايزين نجيب المرة دي بقى الايزوبارك دياجرام بيبقى ارخم شوية في الحسابيات لان احنا بنتطر نعمل هنا كنا عايزين نجيب عند كل فنعوض عطول في او اللي هو الموديل اللي اتفقنا عليه مع لكن المرة دي احنا عايزين برضو نعوض في نفس الكلام ده بس نجيب التامبرتشر مش البراشر فهنفتر نعمل بالف سولف عند كل بوينت على الكرف بتاعنا عند كل اكس من جول فعشان كده دايما لما بنيجي نرسم بيفضل ان احنا نستخدم اسرع في الحسابات واسهل بالنسبة لنا هنشوف دلوقتي الحسابات بتاعت الايزوبارك دي اجرام هتمشي ازاي فاحنا هنا عايزين نحسب تمام؟ يبقى نعمل والفور لوب دي من واحد لحد نعمل للفور لوب دي تمام؟ وجوه هنا عايزين نحسب بقى الاكس بتاعتنا اكس اي هنسميها كلهم بقى هنتفق ان هما بابل بوينت بابل بوينت دي بنرفير ليها عند معينة ايه تمام؟ فالبابل عندنا هنا دي اللي هي اللي هو اول رو في الاكس زي ما اتفقنا كلها زي بعض اول رو والاي بقى بتاعتنا همشي زيرو بوينت وان بوينت دو واحنا ماشيين عايزين نحسب بتاعت دي هتبقى المعادلة اه اللي احنا اتفقنا عليها فوق اه او اللي احنا متعودين عليها يعني اللي هو تمام؟ اه ونعوض فيها هنا فنعمل اف سولد ات تي لان احنا عايزين نجيب التمبرتشر والمعادلة بتاعتنا اه هنحطها كلها ما بين الكوسين دول والانيشال فاليو بتاعنا هنخليه تلتمائية وستين تمام؟ يعمل تلتمائية وستين ما بين التو بوينت في اي ريجن وخلص تمام؟ المعادلة بتاعتنا هي ايه؟ نتفق كده الاخواس هي البي ايزو المفروض المعادلة بتقول ان البي ايزو بتساوي اه سوميشن اكس اي في اي فاحنا هنخليها معادلة زيرو اللي هي اف اف اكس بتساوي زيرو علشان او اف اف اي هنا بتساوي زيرو علشان الاف سولد تحسيبالنا كما تحسينا ف اا بي اي بي او اف اي عادة تحسيبالنا معادلة بتاعت او نحسب هنا من المعادلة دي تجيب لنا بتاعت طيب بدل ما نعمل نفس على عشان نحسب عند كل يعني معين اللي فوقيه بكم لا احنا هنحسب بس وبرده زي ما عملنا فوق نستخدم نحنا نحول ونجيب بتاعتنا عند البابل بوينت دي هي هي عند نفس التمبرتشر هنجيبها بكم فنفترض ان احنا جيبنا البابل بوينت هنا يبقى هنجيب اللي قصادها الناحية التانية عند نفس التمبرتشر يبقى بتساوي زي ما اتفقنا فوق هي هي اللي هي الكيب بتاعتنا اللي هي اللي احنا عملنا فوق مضروبة فيه بتاع الايثانول عند التمبرتشر اللي احنا لسه حاسبينها على الايزو ثيرمال اللي احنا حاسبينه تمام? اوكي اه طبعا احنا لو مشينا بالاسلوب ده كل مرة هيحصل للأكس بوينت والتي بوينت والاي بوينت احنا مش عايزين الكلام ده يحصل احنا عايزين هم يطلعوا كارايز فهنعمل اف اي مش كده ويعود بقى المتلاب يعمل بوش جوه الاري او الميتريكس دي المنت جديد كل اتريشا من الو ويبقى في الاخر عندنا طبعا ممكن نعرفهم فوق كامتي ميتريسيز ونقعد نبوش جواهم او على طول لو اشتغلنا كده ممكن عادي برضا ديناميك المتلاب يقعد يبوش جواهم يعني تمام? فبعد ما حاسبنا عند كل البوينتس عند كله من اوله لاخر نقدر نيجي هنا تحت ونقول اه اللي هو بقى نعمل بلوت ثري ده يبقى كلها او احنا على فكرة دي هنا يعني انا بكتبع بس كان ممكن عادي ما نخطهاش خالص ونشتغل هنا دايما بس علشان تبقى ابسط بالنسبة لنا حطناها بالمنزلة بس علشان حطنا الاي دي طبعا انا نسيت ازود الاي في كل بوينت هنا تمام? في اي اكسات تانية في اكس هنا اهي نزود الاي بتاعتنا بس مش محتاجين قطع من كده التمبرتشور بس هنا بتاع ان تبقى موجبنا احسابه ه prat three هنرسم الاكس بوينت مع الاي بتاعتنا اللي هو التمبرشور في لسه حسبنا الليه هو ايح مضروب في عايزين رو واحد في اه نمبر بتاعنا. وطبعا اه زي ما افتفقنا طالما هنخليه وهنخليه المرة دي داشت عشان يفرق عن التاني شوية. اكي نعمل طبعا حسبة الهوم. ولو جينا بصينا على بتاعنا هنلاقي فيه لو بصينا من فوق مع هنلاقي فيه اللي هو الوقت تحت اهو. تمام؟ عايزين نرسم المرادي المرادي. المرادي للي بوينج مع التي بوينج لان هي دي الواي اللي عند نفس البيينج بوينج مع الاخصب بتاعتنا. وطبعا ايزو ثيرمال اه برشور. وهنعمل ده ونعمله برضو داشت عشان نزلو كده عشان نعمل نعمل نبوص عالكير بتاعنا زي هنا عندنا دلوقتي رسمنا اول واحد اللي هو رسمنا فوق هنا وتاني واحد اللي هو رسمنا على اللي احنا رسميه تمام؟ فكل الموضوع عشان نرسم كامل بقى كل اللي محتاجين وان احنا نرسم حلقات من دي اللي هو الوينج دي نرسمهم على مدار كله بتاعنا اه في كلها اه تمام؟ فايه اللي اسهل بالنسبة لنا زي ما احنا شوقنا الاسهل طبعا ان احنا نرسم على طول معادلتين نعوض فيهم بدل ما نضطر نعمل ونضطر نقلق بقى بعد على الام ولكلام ده كلن والكونبرجنس ولك Mensch فهنا احنا هنرسم او ه الع firm dakgram يعني تمام؟ هنرسمه بال بلاه بالايزاثيرمل مثل او ايزو ثيرم كتير ونلزقهم في بعض. فهنا هنعمل ايه? هنعمل هنا اه البراشر عند كل بقى بيساوي نفس المعادلة اللي فوق احنا ممكن اصلا ناخد للمعادلة اللي فوق اللي احنا عملناها هنا تمام? ونحطها هنا. ده اللي هو اول حاجة ايه? اه ده بس المرة دي مش كيرب تمام? وبدل اه ما احنا عندنا هنا هيبقى كلها كل المش بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها كله. وهنا برضو. وهنا فده بس على المش كله هيحسب لنا على كل عند كل بكامل. تمام? وطبعا عند نفس عند كل بوينت في على الكيرب ده او على السيرفز ده. عند كل بوينت عندنا الاكس والواي او الكمبوزيشن والتامبريتشر. نحسب عندهم بتاع سيرفز بكم? عشان نوصل السيرفز كله على بعض. تمام? ونيجي نعمل هنا اه نسلميه اه بيساوي نرسم سيرفز بقى المعراضي بالسيرف فونكشن. والسيرفز ده اللي هنرسمه هيبقى ايه? عبارة عن الاكس اللي هو الكمبوزيشن. وبعد كده بتاعتنا كلها. اللي احنا لسه حاسبين. نعمل هنلاقي سيرفز اهو. زي ما احنا شايفين. السيرفز اه قطع الكيرف بتاعنا او او الايزو ثيرم بتاعنا هنا في زي ما احنا اه عملنا قبل كده. وهنلاقيه برضو قطع هنا الايزو بورد في في الكيرف اللي احنا كنا لسه حاسبين. هو هو نفس الكيرف. خلينا نديله شوية ونغير اللون بتاعه. خلي اللي احنا ماشينا عليه في المنعة بتاعنا. انه دايما فوق اه بلو. فانغير ده. نديله الفا. وعايزين نعمل انا هشيل اللي عليه عشان يبقى كده من غير اي حاجة. هيبقى بدل ما نحطه او زي ما هو كده. وبعد كده ده. دوت اه فايس كولر. الكولر بتاعنا اللي هو البلو كولر. تمام? نعمل اه اف فايف. عملنا ادي السورفز بتاعنا. اه في خمسين في المية ترانسفيرانس عشان نشوف. وهنلاقيه فعلا ماشي بالزبط على الكيرف ده. احنا عملنا بس اه ايزو تيرمز. ووصلناهم ببعض ايزو تيرمز. وفي الحقيقة بعد ما انخلص الكيرف ده ممكن نرسم ايزو تيرمز كلها مع بعض نبص عليها. كده ده. اه. نعمل المرادة. المرادة احنا عايزين نجيب عند كل المعادلة هي بتاعة الي هي بتساوي بس هتبقى كلها على بعض اللي هو كلها كلها و هتبقى كلها اللي هو كلها والبراسر هو اللي هنلسه عزبينه فوق وهنعمل نفس الكلام ده بالضبط هو اللي هو هيساوي بس المراضي الي بقى مع مع التماش مع البي والفيبرسيرفس ده هنديله .faceAlpha يساوي 0.5 والفيبرسيرفس نفسه هنديله line style none مش هايزين line style خالص والفيبرسيرفس ده هنديله faceColor اللي هو بيساوي red نعمل بقى run المراضي هنلاقي السيرفس التاني الفيبرسيرفس من تحت الاحمر اهو واصل زي ما احنا شايفين بالبيبرسيرفس اللي احنا حصلناه في الـ وواصل بردو ماشي هنا على الـ اللي احنا كنا عملنا خلينا نجيب مع الـ اهو تمام؟ والـ الحمر اهو واصل ما بينهم وجايب لنا بقى الـ الـ وجايب لنا الـ تمام؟ احنا مزودين بس شوية الـ عشان نقدر نشوف الـ شكلها عامل ازاي؟ وشكلها عامل فعلا زي نقطة المية اللي احنا متعودين عليها او وراية الشجر ولا لا تمام؟ اوكي طيب خلينا نعمل اهو ده كده احنا خلاص رسمنا بتاعتنا عند اي بقى نقطة مع مع نقدر نجيب بالزبط فين؟ على اي على السورفس نقدر نقول هنا الـ وهنا الـ تمام؟ خلينا نرسم بقى ونشوف هل فعلا السورفس ده ماشي على الـ كلها عند الـ فخلينا نشوف كده فوق احنا عملنا ايه؟ واحنا شغالين عند الـ المختلفة هنا بدل ما نرسم واحد خلينا نعمل نعمل الـ فكل هنعمله هنا هنعمل ايه؟ هنغير بس اه في الـ فهنعمل ونعمل هنا خلينا نسيب لها و لين بعدها كده تمام؟ وندي كده عشان ننظم الكود يعني مش اكتر تمام؟ فالـ مش هتبقى الـ هتبقى الـ اه بقى اللي احنا قلنا الـ كلها ايدنتيكال فهناخد الـ في الـ وواحد دايما هو اول قلم زي تاني قلم زي تالت قلم مش هتفرق بحاجة تمام؟ فده كل الاختلاف بالنسبة لنا هنا هنغير بس الـ كل مرة وبعد كده نرسم المختلفة 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 ونرسم عليها لكل ايزوثيرم من دول ونرسم عليها لكل ايزوثيرم من دول تمام؟ نعمل هنلاقي الدنيا زحمت شوية بس لو جينا نبص هنا هنلاقي عند كل ايزوثيرم من دول خلينا ما نرسمش الايزوثيرم ايه رأيكم؟ بلاش نرسم ايزوثيرم عشان فعلا بقي الزحمة بلاش نرسم ايزوثيرم نخلي كده نعمل F5 تمام؟ حلو اول نرسم بس الدياجرام من غير الايزوثيرم ونبص هل ماشي على السيرفاس بتاعنا ولا لا وفعلا ماشي على السيرفاس بتاعنا خلينا برضو نعمل هنا مثلا قبل ما نرسم السيرفاسيز ونعمل F5 تاني فقبل ما نرسم السيرفاسيز هنا هنلاقي ادي ال ايزوثيرم او ال ايزوثيرم الدياجرام عند ايزوثيرم مختلفة عند كل point من هنا تمام؟ وبتوصل كلها زي ما احنا شايفين نلف 360 كده عشان نبص وتبقى واضحة اكتر بتوصل كلها ما بين ال نجعل هنا الزي zukون بnier وبرط وغير ب conversion ال انbreat Lithi البريط هاتي وكل الموضوع بس إن احنا travelling عشان نرسم البريط هي ما هاتي نعمل او continue لحدي بعدها. هنا بس رسمنا وصلنا ما بين كل زي ما احنا شايفين ها. تمام? وده اللي احنا فعلا عملناه. والناحية التانية تحت هنا. هنعمل نوصل ما بين كل دي فلو درسنا او عملنا هيوصل ما بين كل الحمراء اللي هو ووصلنا عملنا تمام? فحنا هنا بقى ممكن نعمل ايه? احنا عايزين عند تلتمية وتسعين بس هي اللي تبان. فممكن نعمل حاجة بسيطة كده في السريع. اه بدل من نرسمها لوحدها برا. هنيجي عند الايزوثيرم هنا. كنترول اوار تاني. اه لا العكس بقى. اه نحط بقى الكنديشن سريع. اللي هو لو الان ده بيساوي اه ساري الاي بيساوي ان ماينس ون. اللي هو احنا هنخلي دايما الايزوثيرم عشان حتى لو غيرنا هنخلي دايما الايزوثيرم ده عند قبل اخر اه بوينت. اللي هو في الاخر خالص عشان ما يدايق لناشي الجراف النص كده. ونعمل طبعا اه الاند بتاعتنا نقفل. فنرسم بس وايزوثيرم اللي هو قبل اخر واحدة خالص. تمام? نعمل ران المراري. زي ما احنا شايفين الايزوثيرم مترسم. تمام? اه ناخد هنا كده. ادي الايزوثيرم مترسم عندي قبل اخر بوينت. هي تلتمائة وتسعين. لو كنا عاملين اه ميت بوينت مثلا ولا حاجة اه او مية واحد بوينت انا هيرسم عندي تلتمائة تسعة وتسعين هنا. ولا تلتمائة وتسعين. اه فالمهم عندنا هنا في الاخر اه وصلنا نمسح بقى البريك بوينت دي. وصلنا ان الكيرف هو مرسوم اه لكل ايزوثيرم. والسيرفس. الليكود السيرفس والفيبر السيرفس مرسومين. اه ومعاناة واحد ايزوثيرم واحد ايزوبور يبينولنا برضو الانترسكشن ما بين اه الايزوثيرمز والايزوبورز المختلفة. تمام? اه هنا بس الكود لسه واقف مرسمش الفيبر السيرفس من تحت. قرينا ندوس اقف 5 عشان يكمل. اه وصلنا الفيبر السيرفس خلص. تمام? اه اه ده كل الموضوع. مش عالك ايه كل الكلام اللي موجود تحت ده. ممكن نعمله كلير. نعمل من الاول تاني. تماما فيش اي مشكلة. اه زبطت معنا هيا. خلاص. ده الموضل الاخير. اه ويبقى احنا كده خلصنا اه ورسمنا الموضل من اول الاخير. طبعا الفيديو طور عشان هتكلمك تخصيل كثير قوي. اه وعملنا الكود مع بعض. من الاول الاخر كتبنا خطوة خطوة. اه هتلاقوه على الجيت هاب اكاونت. خلينا نروح كده. اه للباور بوينت تاني. ونكمل ادي الكود اه او ادي بتاعتنا. والكود هتلاقوه في اللينك ده. هرفعه اول ما نخلص الفيديو. والانتراكتيف موضل كده كده موجود ومحطوط في الباور بوينت تاعة السكشن. محطوط تاني اهو موجود برضو. لو حابين تخش على سكتش فهتتمص ايه. تعم? اه اتمنى هتكون استفدته. واه طبقنا شوية في المتلاب مع شوية في الفيزي اكوليبريا. وعملنا حاجة مع بعض كده ايه? اه تدخل الاتنين في بعض. ونستفيد نقوي نفسنا في المتلاب شوية ونمر نفسنا. وفي نفس الوقت نعمل لحاجة اه ما كناش في الطبيعي نقدر نتعامل معها على الورق. فده برضو يوري لنا قد ايه المتلاب قوي ان احنا نقدر نتعامل به في الفيجوليزيشن قوي يعني. تمام? اه ده كده البيانيري سيستم ان شاء الله زي ما وعدتكو هحاول لو لقينا وقت ان شاء الله نعمل الترنري سيستم. نرسم الفيز دياجرام. طبعا الموضل بتاعه برضو موجود بتاليكو ال فيبر اكوليبريم للترنري سيستم. الموضل موجود قريدي على سكتش فاب. بس لو في وقت ان شاء الله هنعمله زي ده كده مع بعض على المتلاب. ونرسم الترنري سيستم بالمثلث بتاعنا. ونرسم كزا مختلف او ونبص على بتاعته كلها. تمام? اتمنى تكون استفادتوا في ده. لو في اي اسئلة طبعا ممكن تبعتولي في اي وقت. اه شكرا والسلام عليكم.